مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الامارات تتراجع بعد ضغط تحركات الوزير الاول لندير العرباوي وبن زايد يحاول تهديئها وهذا ما حدث في اول خرجة رسمية منذ توطر العلاقات بشكل غير مسبق فما هي شروط عرباوي وهل يقبلها ويخدع امامها بن زايد بداية الوزير الاول لندير العرباوي ومع تحركته الاخيرة والتي بشرها بقوة فورة عينه عادت بنساء جدم الموسى ومؤشرات ايجابية اخضع بها من حاولوا التشويش على الجزار حاليا مع الامارات التي ضلت العلاقات شبه مقطوعة معها لاشهر طويلة بسبب ما كشفته جهات مسؤولة في الجزائر وصحف رسمية ووطنية عن مخططات وصفتها بالتأمرية من مسؤول الامارات ضد الجزار ومحاولة ضرب مصالحها واشعال منطقة وقلبها ضد الجزار الان مع تحركة الوزير الاول العرباوي الذي لا يجامل وبشخصية وموقف قوي ضد كل من يعادي الجزائر او من يحاولون ضرب مصالحها بالشخصية الاخيرة القوية التي سكانت تنقص من يقود الحكومة لمواجهة كل هذه التشويشات من اي دولة اجنبية وبدأ الان جليا بدأ شبه خضوع من الامارات التي لجأت ولو متأخرة الان لسلطيف جو العلاقات مع الوزير الاول ندر العرباوي عبر تهنئته الان ولو متأخيرين بالمصبه الجليل في الوزارة اين وجه رئيس الامارات محمد بن زايد نائبه شيخ منصور لتهني اثنى الدار العرباوي بمنصبه في الحكومة الجزائرية واعرابه عن رغبته ورغبة بلاده في العفل وتنسق معه متبنيا للجزائر وشعبها المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة اين اثنان ندم الاماراتي على القيادة الجزائرية برئاسة عبد المجلس بون ووزارة العرباوي واصفا اياهم بالقيادة الحكيمة وسط طريحات معسولة من الامارات لتخفيف حدث التوتر حسب خبراء جراء الغضب المتزايد والحاد من المسؤولين الجزائريين على المسؤولين الاماراتيين بسبب الاحدث الاخيرة بين البلدين من مخططات بن زايد التي كشفت عنها الصحافة الوطنية وحتى مسؤولين كما ان رئيس دولة الامارات محمد بن زايد ارسل الان التحية للوزر الاول جديد ورل الرئيس سبون والشعب ككل وهي بادرة قد يكون الندم الاماراتي يريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر لاصلاح بعض التجاوزات التي قاموا بها مؤخرا والتي تخططوا الخطوط حمراء هذا ولعرباوي كفاء حسب خبراء وشخصية قوية ستجعله يقود لمرحلة المقبلة بكفاءة عالية واستعانة الرئيس سبون به في هذا التوقيت خير دليل ووصفه برجل مرحلة بعد كل الفشل من الرؤساء الحكومات السابقة منذ توليد بول لرئاسه كان منحهم التقى ولم يقوموا بالواجب على اكمل واجه اما حاليا الرئيس سبون يعول على عرباوي كثيرا ويتق فيه لقيالة المرحلة بكفاءة مفاجأ ورد قوي جديد من الرئيس سبون على رئيسة وزراء ايطاليا بعد ان كانت الاقرب للجزار والاخير زيارتها حاليا مرفوضة وصحف تكشف تفاصيل الرفض وشروط الرئيس سبون فكيف سيستقبل بدلا منها اكبر منافس لها ويفضل اسبانيا بداية عادت للوجه مرة اخرى رئيسة وزراء ايطاليا جورش جاملوني مع الحدث عن رفض الرئيس سبون لقاء بالاخير حاليا وهي التي حسب صحف محلية كانت من البداية مبرمجة لزيارة لها نحو الجزار واردت حسبهم التعجيل الان لتدارك الخطأ والحفاظ على العلاقات الجزائرية الايطالية على حساب الاسبانيا بالطبع في دل صلح الجزائر الاسباني الذي بدأ ناهيك عن كون زيارة التي تريد اجراءها حاليا حسب دات المصادر الصحفية تأتي في دل الغضب الجزائر المتزايد عليها فجورش جاملوني موقفها المخيب وخارجتها المحكسة تماما لموقف الجزار رغم كل تنسيق الكبير الذي كان بينها وبين كبار المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم واولهم الرئيس عبد المجيد بون هذا الامر جعل التق فيها تنهار والرئيس بون يتخذ هذا الموقف وحسب صحف محلية فان اللقاء لن يكون قريبا والزيارة مؤجرة الى ان تنفذ حسبهم شروطا عدة وحتى عند تنفيذها يضيفون انه بعودة العلاقات الاسبانية الجزائرية تدريجيا حاليا فلن تكون ايطاليا على انفراد بالعلاقات مع الجزائر وانها ستختار الجزائر مسار موازن بينهما وربما حتى الميل لطرف اخر على حساب ايطاليا اذا لم تصلح ميلوني اخطأها تجاه الجزار واشار مراقبا ان الرفض الظاهر من الرئيس بون للقاء ميلوني حاليا لرفضه الدخول في اي جدال او توطرات لهيهي او تشتت على مساعي جهور الجزار الرامية للوصول الى حل نهائي ينهي كل احداد ومبادرة تعطي حلا نهائيا ودائما عكس الموقف الضبابي الذي تبنته ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا وهو الموقف الذي كان مفاجئا خاصة وان الاخيرة كانت على تطبق تام لموقف الجزار سواء في القادية الليبية والصحروية والنجار والسودان وغيرهم الا فيما يخص الاحداث الجارية خرجتها كانت حكس وجهات ومساعر رئيس بون امام حدد فجأة توطر كبير في العلاقات الجزائرية الايطالية لكن الاخيرة بدأت في تغيير ذلك تدريجيا وتصحيح وتدارك امرها خاصة وان العديد من الدول الاوروبية باتت تتجه نحو مصار سلم حاليا لفرض وقف الاحداث في اسرع وقت ممكن اما المفاجأة الاكبر ليست في كل هذا بل في الخرجة التي حسب مراقبين ستجنن ميلوني وتدفعها لتصحيح اخطائها وتوجه لتنسيق والمطبقة مع الجزائر فورا حيث تحدثت العديد من الصحف العربية والاجنبية ان رئيس وزراء اسبانيا الذي يعد من اشهد المتخالفين مع رئيسة وزراء ايطاليا ميلوني سيحاول زيارة زر الجزائر هذه الايام وتكون زيارة قريبة جدا مع بوادر بدء الصلح وقيام الاخير بعدة خرجات اعجابة الجزائر يكون بدأ فيها هو الاخر تصحيح كل اخطائه اتجاه الجزائر لينفذ كل شروط صلح ونهك عن موقفه الذي اعتبرته الجزائر مشرفا من الاحداث الجارية ودعوته لوجوب وقف الاحداث والجنوح لسلم ووضح النهائي ودائم بنفس موقف الجزائر من اسبانيا عكس الموقف الضبابي حسب صحف محلية من ايطاليا وميلوني كما ان ما يؤرق ميلوني حسبهم هو انه فور زيارة سانشيز للجزائر سيعني ذلك عند حدودها ضياع العديد من الاهداف التي كانت تطمع لها ميلوني للقيام بها منفردة مع الجزائر وعلى حساب اسبانيا لكن مع الصلح وهو التوتر معها هذا الامر لن يخدمها ويخلط حسابتها ناهيك عن كون ما قد يعتبر شعبية لها لدى الجزائر انهارت كليا لانها سابقا كانت تحضر بتقدير واستمام كبير لكن الان ينتظر ان يتراجع والاكيد حسب المحللين الاخيرة ستصلح مقامت به وتصلح العلاقات لكن دخول اسبانيا الخط بالصلح سيشعل المنافسة بينهما في انتظار الموقف الذي ستتبنه مجددا قبل اي محاولة للزيارة لتقنع الرئيس بون باستقبال وجدول قائها لو قامت به ويخدمه في دارس ومطالب الجزائر لوقف الاحداث والحل النهائي والدائم المنصدر الرئيس بون يخلط حسابات رئيسة الوزراء لايطاليا ميلوني ولماذا الجزائر غاضب عليها بداية الجزائر تقلب الطاولة على رئيسة وزراء ايطاليا جورجا ميلوني بسبب بدأ الصلح بين الجزائر وايسبانيا وعودة العلاقات خاصة وان صوح الجزائر الاسباني جاء فد الخرج غير موفق كليا من ملوني جعلت الجزائريين غاضبين عليها وانتقدوها وموقفها بشدة خاصة وان موقفها محاكسة مما لجهور الجزائر ولم تراعي هذا الامر رغم التنسيق الكبير بين بلاده والجزائر مؤخرا على كل اسعيدة العلاقات القوية والمتينة والتي بلغت مراحل غير مسبوقة لهذا فالصلح مع اسبانيا حاليا اخلط حسابتها وجعل الاخيرة في وراء خاصة وان اسبانيا تتنال بعودة العلاقات افضلية درجية في المرحلة المقبلة في تعاونات وعن سبب الغضب الجزائري على ملوني هو بسبب موقفها من الاحداث خاصة ما قالت عنه صحف محلية تحرك الاخيرة مع الطرف الاخر وزيارة التي كانت قامت بها في دل احداث داخل قطع جعلت التنسيق بين ايطاليا والجزائر يتلاجع خاصة وانها عكس موقف اسبانيا لم تبدي موقفا قويا لوقف الاحداث اذ ان اسبانيا تبنت موقفا قويا اعجب الجزائر كثيرا ومطابق بشكل كبير لما قام به الرئيس سببون اذ ان اسبانيا تبنت موقفا قويا اعجب الجزائر ومطابق بشكل كبير للموقف الذي تبنه الرئيس سبون بعد قرار بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية بالمطالبات